زيارة الأربعين والتجربة السعودية الحكيم في ذكراه من مقام العبرة إلى مقام العبرة مباراة الضغينة السياسية في العراق مستمرة من المستفيد؟ ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم الله تعالى أجوركم ونحن نستقبل زيارة الأربعين تثار هذه الأيام مع كل الأسف الشبهات من هنا ومن هناك وأيضا تقدم بعض الطروحات أو بعض المقترحات ربما بعضها عن حسنية وهناك أيضا من يحاول أن يستغل الأوضاع الراهنة لكي يفرض ما يسمى الوطنية الإسلامية الوطنية الشيعية هناك دعوات لاحظتموها في الفترة الأخيرة انطلقت تتحدث عن مرجعيات يجب أن تكون عربية عراقية يرفضون مرجعيات من خارج الحدود وحتى وصل الأمر إلى زيارة الإمام الحسين وتحديدا زيارة الأربعين هناك بعض الاقتراحات فيما يتعلق بكيفية الاستفادة منها على الصعيد الاقتصادي بناء منشآت سياحية ليست جديدة على فكرة يعني هناك الكثير من من يتحدث ويقول لماذا نحن نطعم العراقيون لماذا يطعمون الزائرين بالمجان يقدمون لهم كل أنواع الخدمات من مبيت وسكن من هذه التفاصيل اللوجستية لماذا لا نستفيد لماذا لا نفرض عليهم ضريبة لماذا أصلا نسمح لهذا العدد الهائل أن يأتي إلى العراق لزيارة الإمام الحسين ولماذا لا نقتدي بالتجربة السعودية في تقنين أعداد الحجاج كما يجري في مكة المكرمة والمدينة المنورة طبعا التجربة السعودية هي تجربة الصد عن بيت الله الحرام وهذا أمر تعرفونه جيدا لأن الحاج بإمكانه أن يستوعب أكثر بكثير مما يستوعبه في الوقت الحاضر لكن المملكة العربية السعودية تستفيد من الحاج لأسباب كثيرة طبعا منها اقتصادية لكن الفائدة الأكبر أو الاستغلال الأكبر الذي تمارسه المملكة العربية السعودية مع الحاج تحديدا ومع العمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وباقي الأماكن الشريفة المقدسة هناك تستغله لأسباب سياسية تمارس وهي تدعو إلى فصل الدين عن السياسة في مكة تحديدا في الحج تحديدا وقفت أمام مسيرة البراء من المشركين وهي شعيرة قرآنية وردت في القرآن الكريم وأذان من الله يوم الحج الأكبر إلى الناس وأذان من الله يوم الحج الأكبر إلى الناس أن الله بريء من المشركين ورسوله طبعا هناك بعض القراءات تقول ورسوله تعطف الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الله سبحانه وتعالى هذه مسيرة البراء من المشركين حاول السعوديون إيقافها حتى باستخدام القوة العسكرية وتم قتل الكثير من الحجاج من الحجاج وبعضهم إيرانيون وبعضهم من دول مجلس التعاون الخليجي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وبالنتيجة هم يصدون عن المسجد الحرام ويحاولون أن لا يستفيد المسلمون من شعائر الحاج ومن طقوس الحاج لتكريس الوحدانية ولتكريس استقلالية المسلمين الوحدانية مو بس مجرد أنه يا حاج لا تشرك ولا تقبل ولا تلمس الحجر الأسود ولا تلمس الركن اليماني ويمنعك من زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا وفق شروط وقيود محددة لا لا الحج هو ليشهدوا منافع لهم وشفنا خلال السنوات الماضية أن المملكة العربية السعودية وهي التي يفترض أن تكون قبلة للمسلمين أو القبلة قبلة المسلمين في المملكة العربية السعودية نلاحظ أن المملكة العربية السعودية تقتل المسلمين من الذي أرسل لنا المفخخات في العراق من الذي أوجد هذه التنظيمات الإرهابية لا عد لها ولا حصر منذ 2003 وحتى يوم كهذا المملكة العربية السعودية تعبث بأمن العراق بل وتعبث بأمن المنطقة وقتلت الحجاج وحتى هذه السياسة التي يسمونها الآن في اليمن على سبيل المثال من الذي يقتل باليمنيين يعني لا تزال هناك حتى هذا اليوم هناك خرق للهدنة التي تريدها المملكة العربية السعودية بأمر مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم يحتاجون الآن تدفق النفط في ضوء الأزمة الأوكرانية المحتدمة والمشتعلة والمتفاقمة بين الولايات المتحدة وعموم الأوروبيين من جهة وبين روسيا من جهة أخرى أقول وإن يعني الاقتداء بهذه التجربة هو اقتداء يعني أقل ما يقال فيه أنه سيء لأسباب كثيرة يعني بغض النظر عن أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كانوا أولياءه للمملكة العربية السعودية في ولاية أو حمارة أو إدارة الحاج وما كانوا أولياءه لأن الله عندنا شروط في قضية كيف تتولى أو تدير الحرمين الشريفين من الذي يجب أن تتصف به صفات إدارة الحرمين الشريفين وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون مع ملاحظة أن طقوس الحاج تختلف عن طقوس زيارة الأربعين وزيارة الأربعين هي مستمرة وهناك تدفق البشر وإحنا لاحظنا خلال السنوات الماضية أصلاً لا توجد هناك شكوى من أعداد الزائرين بالعاكس هناك تحديات كبيرة شهدتها الزيارة منذ العام 2003 تحديات كبيرة أمنية صحية سياسية حتى ثقافية في مسألة الطقوس وطريقة أداء الزيارة ولكن العراقيون وأهل العراق تحديداً أثبتوا قدرة كبيرة وفائقة على إدارة هذه الزيارة وهذه الشريعة هذه الشعيرة بالطريقة التي تكرس رسالتها رسالة الأربعين هي رسالة الحشود البشرية أنت من تجي وتريد تقيد هذه الزيارة بالأعداد وبفرض التأشيرة وقيود منها ومناك واليوم أنا وصلتني أنباء مع كل الأسف بعض سفاراتنا سفارات العراق في دول معينة في المنطقة في منطقة دول مجلس التعاون في نيجيريا في أماكن مختلفة من العالم تضع العراقيل أمام منح التأشيرات لسكان ومواطني تلك الدول للقيام أو للأداء زيارة الأربعين وهذه طبعاً أنا أصفها بالخطوات المشبوهة لماذا أنت تأتي وتصد عن زيارة الأربعين وتعال شوف فضل الزيارة وفضل خدمة الزوار خدمة الزائرين وماك واحد يشكي لك يعني المشكلة المواطنيون يعني العراقيون أهل الكرام أهل الغيرة والشهامة العراقيون الذين كسروا شوكة داعش وأجغضوا دولة الأرغاب التي أرادت أن تعيد من جديد ما يسمى باتفاقية سايكس بيكو بس بطريقة أخرى بطريقة أخرى هذا هؤلاء العراقيون هم الذين يقومون بطريقة طوعية وبحب وويد وشغف وعشق بتقديم الخدمات لزوار الحسين إذن فإن كل محاولة كل محاولة لتقنين زيارة الحسين مع كل الأسف تبوء بالفشل أقول مع كل الأسف لأن الذين يطلقونها يضعون أنفسهم وخصوصا إذا كانوا من إخواننا يضعون أنفسهم في مواجهة الحسين أنا أختم وأختم بكلام رائع جدا للمرجع آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي يتحدث وأرجو أن ترجعوا إلى الفيديو هذا موجود الفيديو وشوفوا الشيخ بشير النجفي يتحدث عن كرامات الإمام الحسين يوم المحشر لمحبي الإمام الحسين وهو يأتي يفسر آية وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة يقول أنا من قرأت هذه الآية وطبعا الآية وسيق الذين كفروا وسيق الذين كفروا من أشوف سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة أستوعبه لأن هذا الكافر لا يريد أن يدخل النار ببساطة فعندما يؤمر بالذهاب إلى النار إلى جهنم يحاول أن يحترض يمانع فيأخذون الملائكة دفع يقول بالقوة وساقوهم سوق يسوقوهم سوق يقول بس من إجيت إلى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة اختاريت إليش هذولي ماذولي يعني يفترض أن يكونوا يعني يتعجلون الذهاب إلى الجنة يقول حتى يعني وليت أبحث وأبحث إلى أن عثرت على أحاديث عن أهل البيت عليهم السلام وهناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار يتحدث عن قضية أن خدام زوار الحسين مو بس زوار الحسين لأن زائر الحسين يخدم نفسه سيحصل على الجائزة من الله سبحانه وتعالى بينما خدام زوار الحسين يريدون رضى الحسين المشفوع طبعا برضى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء يسمح لهم الله سبحانه وتعالى أن يروا يقولك إمام الحسين ما شفناه نحن شفنا قبرة وضريحة في كربلاء المقدسة الآن نريد نشوف هذا الذي خدمنا زوار الحسين من أجله لناراه فالله سبحانه وتعالى يتلطف عليهم ويمنحهم فرصة التشرف بزيارة الإمام الحسين على يعني face to face وجها لوجه حضورا يحضرون ويشغفهم يشغلهم حب الحسين ووجه الحسين وجمال الحسين عن الذهاب إلى الجنة وبثل زيارة الأربعين الآن زيارة الأربعين الناس تيجي وتروح تيجي وتروح ما توقف ولهذا زيارة مليونية وصلت إلى عشرين مليون في بعض الأحصاءات ربما تصل أكثر إذا بعض القيود لم يعني يتم رفعها وإزالتها عن زوار الحسين فيأخذوهم شوي اتدفع بس باحترام يعني شون يقول لي الله يا أخوي تفضل البلائكة يأخذون الزوار لكي يذهبوا إلى الجنة ويتيحوا ويسبحون للآخرين بلقاء الحسين والتشرف برؤيته أحبائي أخواني أخواتي الزائر الذي يأتي من إيران من أفغانستان من نيجيريا من باكستان من أي دولة من بريطانيا من أي دولة من يوصل يدخل أراضي العراق يصبح زائراً حسينياً التي تحققها هذه الزيارة الأربعينية والمشاية بشكل خاص تكسر هذه الحواجز الوطنية الحدودية الجنسية اللون الشكل الجغرافية لماذا؟ لأن العراق عاصمة الإمام المهدي الذي سيظهر ليملأ الأرض كلها قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجورا هل الإمام هل الإمام الحج عندما يظهر ويريد الناصرين والأنصار ليلتحقوا به هل سيطلبوا الإذن؟ طبعاً لا ابقوا معنا الحكيم في ذكراه من مقام العبرة إلى مقام العبرة أحبائي في يعني قبل أيام مرت علينا ذكرة رحيل العالم الكبير المجاهد آية الله العظمى سمحت آية الله العظمى السيد محمد السعيد الحكيم وأيضاً مرت علينا ذكرة استشهاد أقول استشهاد المرجع الكبير الإمام أبو القاسم الخوئي لأني أعتقد أن المرحوم المرجع الخوئي قدس الله نفسه الزكية تعرض إلى عدوان كبير وإساءة كبيرة من النظام السابق ولا أستبعد أنه يكون قد قتل بطريقة من طرق هذا النظام عدو المراجع وعدو الإسلام وعدو التشيؤ وعدو العراق وعدو الإنسانية فرحم الله الفقيدين وحشرهما مع الحسيني عليه السلام ونحن نستقبل زيارة الأربعين ونريد أن نستفيد قليلا خاصة فيما يتعلق بذكرى وفاة السيد محمد سعيد الحكيم وننتقل من مقام الحزن ومن مقام البكاء كما فعلنا مع الإمام الحسين في الطقوس في يوم عاشوراء إلى مقام العبرة مقام العبرة أن نصل إلى مقام نستفيد من دروس هذا المرجع العظيم من مواقفه وأموم المراجع بشكل عام لأننا نشهد هذه الأيام مؤامرة كبيرة ليس فقط على الزيارة وعلى الطقوس التي تتعلق بالزيارة الإمام الحسين عليه السلام بل المؤامرة كبيرة أيضا لفصل الأمة عن مراجعها العظام وهذه المؤامرة مستمرة وهي قديمة وليست جديدة بس أقولها بكل ثقة يعني كان وجود المرجع الراحل الكبير السيد محمد سعيد الحكيم في حياته يعني فعلا يجسد مقولة إذا مات العالم عندما توفي ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء نشعر بفراغ رحيل هذا الرجل ومواقفه في دعم الحجد الشعبي في دعم المرجعية العليا وهذا النموذج الذي قدمه لنا مراجعنا العظام الأربعة تحديدا الكبار بزعامة المرجع الأعلى سماحة الإمام السيد علي السيستاني والمرجع الكبير الراحل محمد سعيد الحكيم والمرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي والمرجع الكبير آية الله الشيخ إسحاق الفياض الاتفاق التفاهم التعاون في خدمة الإسلام يجسد لنا حقيقة يجب أن نكرسها دائما ونحن مقبلون على زيارة الأربعين هذه الحقيقة تقول أن هؤلاء المراجع أو أن التشيع العلوي هو تشيع خارج الحدود تشيع خارج الحدود شوفوا سماحة الإمام السيستاني يعني محسوب على إيران من سيستان وبلوشستان سماحة المرحوم السيد سبحان الله الله سبحانه وتعالى اختيارات أيضا لنا عبرة عبرة ودرس وعظة آية الله محمد السعيد الحكيم عربي عراقي آية الله بشير النجفي من باكستان آية الله أصحاق فياض من أفغانستان هذه تلجم أولئك الذين يتحدثون عن مرجعيات عربية ومرجعيات قطرية ومرجعيات من الوطن الواحد وعدم يعني هذه شغلة خارج الحدود السحلة برنامج اسمه خارج الحدود من فضل الله له صلة مباشرة بكل ما نريد أن نطرحه من أفكار لأن الإسلام برمته الإسلام هو خارج الحدود المتعارف عليها لأن الإسلام للعالمين لا يوجد هنالك في الإسلام تفضيل لجنسية لقومية لا فضل على عربيين لا فضل لعربيين ولا على أعجميين ولا حديث المشهورة الكثيرة جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن في موضوع المرجعية هناك مؤامرات خطيرة الآن طبعا زادت هسا قبل أيام مع يعني اعتزال خنقول سماحة المرجع آية الله العظمى السيد كاظم الحائري أيضا طريحت مثل هذه المفاهيم المشوهة أنه شنو يعني إذن السماحة السيد كاظم الحائري يعني انسحب من مقام المرجعية وحول مقلديه إلى مرجع آخر هو في إيران وشلو المشكلة ما هي المشكلة أساسا أنتم تعرفون إخواني وأخواتي أن جامعة النجف الدينية هذه حوزة النجف هذه أسسها إيراني خراساني هو الطوسي وجامعات أو حوزة قم في إيران أسسها قبل 1200 سنة واحد كوفي عربي أشعري والآن هذا التداخل الموجود العميق بين البلدين بل وبين الحوزتين والجامعتين فعلى مرة التاريخ لا يلتفت المسلم الشيعي العلوي إلى موضوع أن هذا هو مرجع من قومية معينة الكل يبحث عن العدالة العلمية التقوى وهذه المسائل المعروفة في موضوع الاشتهاد من تقرأ وتشوف شروط التقليد ما بيه شيء اسمه مثلاً أن يكون عراقية الجنسية عن أبل هذا كلام يريد به الاستعمار والاستكبار وأعداء التشييع ضرب مرجعياتنا وضرب هذه الحاضرة الكبيرة التي تقف سداً منيعاً أمام كل محاولات تحطيم شيعة الإمام عليه عليه السلام وتدمير العراق لأن العراق هو عاصمة الإمام المهدي عجر الله تعالى فرجه الشريف سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم كان نموذجاً لا احنا الآن مو في مباب أن أتحدث لكم عن سيرة الذاتية جهادة دخولة للسجن تعذيبة هذه الأسرة أسرة الحكيم هذه الأسرة التي نعرفها نحن عشناها مو اللي قبلنا هذه الأسرة قدمت الكثير للتشييع وللإسلام تحديداً والسيد محمد سعيد الحكيم النموذج من هذه الأسرة التي تتمتع بكل صفات القيادة وصفات المرجعية وصفات النيابة العامة للإمام المهدي المنتظر ففي رحيله حقيقةً تشعر بفراغ كان سنداً للحجد الشعبي الآن الحجد الشعبي يتعرض إلى مؤامرة خطيرة هناك دعوات من هنا وهناك إلى أن يتخلى الحجد الشعبي عن دوره الأساسي في حفظ البلادي وحفظ العراقي وحفظ المواطنين وحفظ المذهب وحفظ التشيع لأن الحجد ومن الذي وقفه قاموا بصراحة نعم قوات أمنية من مختلف الفصائل الأمنية من مختلف فصائل الشعب العراقي كلهم وقفوا سداً منيعاً خلف فتوى الإمام آية الله العظمى السيد علي السستاني وقهروا هذا التنظيم الإرهابي داعش ومن يقف خلفه لكن الحضوة الكبرى في هذا الانتصار على دولة داعش كانت للحجد الشعبي والسيد محمد السعيد الحكيم وقف حتى وفاته إلى جانب الحجد الشعبي بل كان يتمنى يعني عندما يكون هناك حديث عن الحجد الشعبي كان يتمنى أن يكون هو عضو في هذا الحجد الشعبي بس يقول السن والكبر والصحة تمنعني بس مجرد أن يقول هذا الكلام في عمره الشريف وفي صحته السابق آنذاك هذا يحكس موقفا مهما يجب أن نحتفظ به دائما في ذاكرتنا وبالتالي يبقى السيد محمد السعيد الحكيم في مقام العبرة لنا نستفيد من توجيهاته من أفكاره خاصة فيما يتعلق بمقولة ولاية الفقيح ستتعجبون شلو الربط لا الربط هنا لأن السيد محمد السيد محمد السعيد الحكيم له بحث كبير ومعمق في مقبولة عمر بن حنظلة وعمر بن حنظلة روى لنا رواية لقوتها في المتن والسند أصبحت تعرف بالمقبولة الكل يقبلها هذه الرواية عن موضوع المرجعية ولاية الفقيه ليس بالضرورة أن يكون الحاكم المباشر الذي يحكم كما في الجمهورية الإسلامية لأن لكل فقيه ولاية بس الولاية حسب النقاش حول صلاحيات هذه الولاية أو حدودها أقرأ لكم هذه الرواية وأختم عن محمد بن يحيا كذا عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبدالله وهذا نبتلي اليوم هذه مصيبتنا اليوم وين السيد السيستاني وين السيد المرجع وين هالمرجعية وليش ما تحش المرجعية المرجعية تكلمت وتحدثت حتى بح صوتها في كل الأمور التي تتعلق بعراقنا الحبيب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين فلوس يعني دين قرض أو ميراث فتحاكم إلى السلطان أو القضاة أي حل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قلت كيف يصنحان إذن شي سوون قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما انتبهوا حاكما فإذا حكم فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والرد علينا على أهل البيت الرد على الله وهو على حد الشرك بالله أعوذ بالله طبعا القضاء قد واحد يسأل يقول زين ما هو موقفنا من القضاء القضاء بما أن هذا الدستور كتبه عراقيون وكان هذا الدستور قد كتب بإصرار من المرجعية العليا بأياد عراقية هسه بضعف بنقص هذه مشكلة الذين كتبوا الدستور يمكن إعادة النظر فيه بس وجود المحكمة الاتحادية وجود القضاة هذا كله يعتبر يعني الذهاب لهم يعتبر من العمل المشروع مو من الذهاب من إلى الطاغوت من التحاكم إلى الطاغوت لا الطاغوت الذي أمر أن يكفر به ليس القضاء العراقي الآن باعتبار كما قلت لكم أن الدستور هذا القضاء جاء وفق الدستور مواد دستورية وهذا الدستور كتبه العراقيون بإصرار من المرجعية الدينية العليا أخواني وأخواتي هنا تلاحظون كيف تجري المؤامرات وكيف يحاولون إضعاف المرجعية وصوتها وكيف يحاولون إضعاف القضاء وصوته ومن هذا الباب نحن نستذكر رحيل السيد محمد سعيد الحكيم وهذا هو مقام العبرة التي يجب أن نستفيد منه ونضع أنفسنا به لنحافظ على العراق من الخراب والفساد ومن أولئك الذين يريدون به شرا بالداخل ومن الخارج ابقوا معنا مباراة الضغينة السياسية في العراق مستمرة من المستفيد؟ هذا سؤال خطير يبحث عن إجابة والإجابة تعرفونها جيدا مع كل الأسف يعني منذ 2019 مظاهرات تشرين وما حصل خلال تلك الفترة ومنذ تأكيدات المرجعية العليا وباقي المراجع العظام على دعمهم لمظاهرات سلمية مطلبية بشرط أن يتم فرز المفسدين المخربين المندسين عن هذه المظاهرات السلمية منذ تلك الفترة الجدل لا زال موجود يعني العراق الآن في أزمة سياسية سعت المرجعية العليا إلى إخراج العراق من الأزمة السياسية الخانقة التي أوجدتها مظاهرات تشرين مظاهرات تشرين تعرفون جيدا يعني هناك لا أتحدث عن الجانب السلمي لأن مظاهرات تشرين تشبه ما حصل في مظاهرات 2014 في أوكرانيا وهذا الكلام حققه وتحقق منه مؤرخ أمريكي معروفه أريك زويس الذي كتب في يونيو حزيران من عام 2018 تحقيقا استقصائيا مفعما ومشفوعا بأرقام ووثائق قطعية أكد فيه أن ما حصل في أوكرانيا عام 2014 كان هو مقدمة لما سيحصل وحصل هو كتبه في 2018 لما سيحصل يعني اللي حصل في الفترة الأخيرة هذه الأزمة الأوكرانية محاولة الناتو الامتداد إلى روسيا وبالتالي إسقاط النظام في روسيا أو تفتيته أو تقسيمه وهذا تعرفون كل الزين أنتم لهذا جاءت عملية الرئيس الروسي فلادمير بوتين عندما شن عملية سماها العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولا تزال مستمرة هذا المحقق الأمريكي أنا قلت لكم ذلك في حلقة سابقة ذكرت هذا بس التكرار مفيد لأننا نعيش هذه الأزمة مباراة الضغين السياسية مستمرة بين الشيعة مع كل الأسف والشيعة هذا المقتل هنا المقتل يريدون أن يتقاتل الشيعة أن يتذابح الشيعة بأي سبب وبأي ذريعة ويضعف الشيعة وإيجاد بؤرة لمواجهة دولة شيعية أخرى يعني دولة الجمهورية الإسلامية فأريك زويس يجي ويذكر أسماء لأفراد وطبعا سجلات تسجيلات تلفونية تفاصيل مرعبة لأشخاص الآن موجودين في الولايات المتحدة في الإدارة الأمريكية موجودين نفس أولئك الذين ساهموا في 2014 كانت إدارة أوباما التي تحكم الآن إدارة بايدن التي هي امتداد لإدارة أوباما كان بايدن نائب الرئيس ونفس الطاقم الذي كان يدير السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية نفسه تقريبا هو الآن موجود يدير السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية وقاموا بما سمي بالثورة المخملية الثورة الأرجوانية الملونة لتغيير نظام الحكم في أوكرانيا بل ويذكر تفاصيل تلك المظاهرات ما شهدته تلك المظاهرات من اختيالات من تصفيات قناصة طرف الثالث نفس الأشياء التي جرت في العراق نفسها يعني حتى من يتحدث عن مثلا قناص يقتل متظاهرين ويقتل قوات أمنية بعدين شي يسوي الإعلام وهذه الآلة الإعلامية الخطيرة الكبير الولايات المتحدة وللغرب يجون يقولون يجبون وثائق والله جواز سفر ومعروف هوية هذا روسي قام بقتل روسي جاي من روسيا وقتل الأوكرانيين في المظاهرات وقتل قوات أمنية قناص نفس الشي اخو شفتوا انتم في مظاهرات تشرين والله قناص إيراني ونسى جوازه وقناص الإيراني بالمناسبة المستشارين الإيرانيين هل سبعد ماكو مستشارين إيرانيين يعني تقريبا ماكو عندما كانوا متواجدين في أيام الحرب ضد التنظيم الإرهابي داعش فما كانوا يدخلون بجواز سفر إيراني أمدا كانوا وصل عدم كانت حصانة دبلوماسية حتى هذا الآن رئيس الوزراء الفعلي منحهم صفة الصفة الدبلوماسية يعني يدخل كدبلوماسي وبعدها عسكري ومقاتل ومستشار عسكري خب ما يجي يقعد بمكان والله يضرب قناص من هال الفذلكات هذه البلتيقات فأقصد أقول هذه الخطة التي نفذت في أوكرانيا ونفذت أيضاً في العراق يراد لها أن تستمر وتتكرر لكي يتحول العراق إلى أوكرانيا بالنسبة إلى إيران شنون أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا يتحول العراق أيضاً إلى أوكرانيا بالنسبة إلى إيران لكن بفضل الله بفضل المرجعية العليا تم وبفضل الواعين من أبناء الشعب العراقي أجهض هذا المشروع فصارت الانتخابات المبكرة وكان يفترض بالانتخابات المبكرة أن تكون حلا لا أن تكون معضلة بالمشاركة النوعية وبإيجاد تغيير حقيقي هذا ما صار ما صار لأنه لم يستمع حتى جمهور الإطار وجمهور الحشيد ولم يستمعوا بذلك يعني بالشكل الذي ينبغي أن يستمعوا له لخطاب المرجعية وكل رايحين إلى صناديق الاقتراع وما حصل طبعا التزوير أعتقد كانت النتيجة قد تغيرت وحتما لاحظتم أن بيانة المرجعية في سبتمبر الذي سبق الانتخابات المبكرة أصلا لم يشر إلى دور الممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلاس خارت لأن بلاس خارت كانت قد حرفت سابقا كلام المرجع الأعلى فيما يتعلق بأهداف الانتخابات المبكرة كان السيد السيستاني حفظه الله يقول أن هؤلاء يجب أن لا يبقوا باستمرار في الشارع فيجب أن يصير انتخابات حتى الناس تروح لبيوتة هي إجت وحرفت الكلام وقالت بأنه المرجع يدعو إلى بقاء المتظاهرين في الشارع فعلى كله هذه الأخطاء المتراكمة بالإضافة إلى التزوير ومع ذلك رغم كل هذا التزوير وإيجاد الاستقطابات داخل البيت الشيعي أوجده استقطاب تيار صدري فائز بدرجة يعني بـ 73 الآخرين تحتهم الأكراد الحزب الديمقراطي وهكذا والاتحاد بيناتهم فاصلة كبيرة الاتحاد الوطني البيت السني هكذا إيجاد هذه الأثنينية والثنائية لتمزيق العراق أولا مكوناتيا بعدين داخل المكون الواحد بعدين التركيز على المكون الشيعي أنا لا أتحدث طائفيا بس هذا وصف لما نشهدناه يعني من إجه التحالف الثلاثي الذي تشكل بطريقة لإقصاء فقط لإقصاء فقط الأغلبية الشيعية وتحويلها إلى أقلية سياسية هذا الأمر واضح يطلبون من الإطار تعالي يا با أنت أبقى معنا أو دخل 40-50 ويانة بعدين حتى أقصيكم وطر حول أهداف اللي شفتوها حل الحجد الشعبي نزع سلاح المقاومة فصائل المقاومة وغيرها من الأمور على يتحال أنا أقول أن ما يجري حاليا من مباراة الضغينة هذا خطط له سابقا وقد تكرس بشكل أساسي يعني المخطط الرئيسي وضعت لبناته في مارس 2017 في خطة مارتن أنديك السفير الأمريكي الأسبق لدورتين في الكيان الصهيوني قدم مشروع اسم خطة بارتن أنديك إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي تحت عنوان كيف نواجه ما يسمونه نفوذ إيران في المنطقة وتحديدا في العراق طبعا هم يفسرون نفوذ إيران في العراق بالقوة الشيعية الموجودة فيجب تحطيم هذا البيت الشيعي الذي كسر مجاديف داعش هذا البيت الشيعي الذي أقوله كان له الدور الأكبر في إجهاض مشروع ما يسمى بالدولة الإسلامية ومن يقف خلفه من دول من منظمات من أجهزة استخبارات فقل لك أحد تعال هذه خطة ست نقاط الآن يريدون يعمقوها هذه الخطة عن طريق تمزيق البيت الشيعي والعقلاء ماذا يجب أن يفعلوا يعني يجب أن هم يجوك يقول لك أنت بإسم الوطنية وبإسم أنه يعني القومية والوطن بينما هذا الوطن من يصير بالنسبة لهم الوطن بعيدا لا تطرح الشعارات الوطنية مشروع تقسيم الشيعة وتفتيتهم هذا مشروع قديم لكن الآن يتكرس بطرق مختلفة والمستفيد بالتأكيد هو هذا الكيان الصهيوني وغيره من القوى الاستكمارية التي تخطط شرا بالعراق وبأهله وعلى العقلاء أن يتحركوا بسرعة تشكيل حكومة سريعة بمشاركة الجميع وهذا الحديث إن شاء الله يعني هذا موضوع الحكومة وكيفية تشكيلها ومشاركة الجميع شنو معناها إن شاء الله نتحدث عنه في حلقات قادمة بإذن الله تعالى في أمان الله اشتركوا في القناة